من الرياض مع عبر أقمار الصناعية العميد الركن أسعد زعبي رئيس الوفد المعارض المفاوض سابقا في جنيف مساء الخير أهلا بك معنا سيادة العميد الثلاثي كان واضحا طبعا الأردن أكد على ضرورة المتابعة بالولايات المتحدة تحذر النظام لشان عملية روسيا تقول قوات النظام هي الوحيدة التي يجب أن تكون موجودة هناك أنتم كيف تبعتم الاجتماع وما الذي استنتجتموه؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية الشعب السوري دولة وقفت معه مع تركيا مع الأردن ما تكون مصلحتهم لا تتعارض مع مصلحة الشعب السوري لكن عندما يكون هناك أي تعارض فبالتأكيد نحن نفكر بمصلحة شعبنا أولا نحن مع الأردن في قضية فتح المقبر هناك ضرر للحكومة الأردنية وهناك حتى ضرر المنطقة الجنوية ولكن بالتأكيد لن نكون مع وجود قوات لعصابة بشار يعني هذه العصابة التي لم يكن منها إلا القاتل المجرمين الذين قتلوا الشعب السوري بكل أنواع الأسلحة وهجروهم ونهبوا بيوتهم وبالتالي عندما أيضا كما نحن نحذر من هؤلاء الارهابيين في الماشق أيضا نحن نخاف على الأردن من هؤلاء وبالتالي لن نسمح لهم بالعودة إلى حران خصوصا أن أبناء حران هم من حرروا حران وهم من أوجدوا الأمن والأمان على هذه الحدود وبالتالي لا أمان لأي مخلوق موجود على هذه الحدود إلا لوجود الثورة السورية وأبناء حران فقط وبالتالي الحديث عندما يتحدثون تلك الدول عن قضية اتفاقات من المؤكد أنهم يتناسون أو ربما ينسون من الصحة الشعب السوري التي تنطلق أولا وقبل كل شيء من عدم وجود هذه العصابة بالحدود ومن كل منطق الدرعة ثانيا عندما يتحدثون عن القوات الإيرانية طبعا الجميع يعلم ذلك المسرحية الكبيرة ما بين إسرائيل وإيران يكفي أن نقول أن النظام قد ضم إلى جيشه سبعة آلاف مقاتل إيرانيين بهويات سوريا بلباس سوري موجودين في درعة ولن يخرجوا وبالتالي هذه المسرحية ما بين إيران وروسيا لا تعنينا بشيء نحن نريد خروج إيران والقوات والميليشيات الطائفية وخروج النظام بكامله أو ما بقي من عصابة هذا النظام الجميع يحاول أن يختزل ثورة سوريا بإيران الجميع يحاول أن يختزل ثورة سوريا كما حاول أن يختزلها بداعش والنصرة كما حاول أن يختزلها بداعش إذن كل هذه الاتفاقيات التي يتحدثون عنها لا تعنينا بشيء طالما أن تبدأ بوجود النظام إن لم تبدأ برحيل النظام فهي بالتأكيد لا تعني الشعب السوري بس هي ستحدث يعني ماذا ستفعلون بهذا الإطار يعني أعتقد أن البيانات التي صدرت من الفصائل في الداخل ومن كثير من الفعاليات المدنية لا يمكن القبول بهذا النظام نحن ما دفعنا ألاف الشهداء من أجل أن تبقى هذه العصابة الحاكمة في سوريا أو قاتلة من المفترض قضية الحلول في أي مقطة بسوريا لا تنطلق من قضية خفض التصعيد التي كانت ضحكة على الشعب السوري وما كيدا ولا تنطلق أيضا من قضية اتفاقنا واتفاقناك أو بين دول الاتفاق يجب أن يجري الشعب السوري وفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية القرارات 2554 الواضح كل الوضوح أي حل سياسي يجب أن يبدأ مع وقف اطلاق النار وإجراءات وقف اطلاق النار الحقيقية يجب أن تبدأ مع البدء بالقبول أو الانتقال السياسي إذن كل حديث يتعارض مع الشرعية الدولية ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن ويتعارض حتى مع أهداف الشعب السوري ويتعارض حتى مع ما بنيت عليه أو ما دفع عن ثمنه من شهداء أبناء الشعب السوري بس الحل السياسي هو ما طبعا كميرج اتأكدت عليه الأردن أنه هذا من أجل تسريع مساعي الوصول لحل سياسي للأسف الشديد الجميع إما لا يعرفون تماما قضية مناطق خفض التصعيد أو يتجاهلونها عن قصد مناطق خفض التصعيد وجدت لصالح النظام وجدها المحتل الروسي من أجل تهجير السوريين وكما ترون كل المناطق هجرت تماما قتل أبناؤها هدمت منازلهم سرقت أثاثهم ويعني أين الحل السياسي كان من المفترض لا عمل يبدأ بقضية خفض التصعيد كما ذكرت طبعا بكل وثاق المتحدة يجب أن لا يبدأ أي عمل بما تعلق بالجانب العسكري إلا مع بداية الانتقال السياسي ويجب أن يكون هناك عمل متلازم مترافق ما بين الجهتين الجهة الإنسانية التي تتعلق بالحل الإنساني والجهة العسكرية التي تتعلق بوقف طلق نار وتنفيذ خفض التصعيد أو تهدية أو هدوء لكن ما يجري حاليا هي عبارة عن عملية خديعة النظام عاد إلى الغوطة الشرقية بعد أن هجروا السكانة وقتل أبنائها عاد إلى ريف حمص عاد إلى ريف حماو وحاول أن يعود إلى إدلب كما يحاول أن يعود أيضا إلى إدلب وإلى درعا ولكن الحقيقة أيضا التي يجب أن لا يغفر الجميع أن إسرائيل الواقفة مع هذا النظام منذ البداية يعني اليوم عندما تقول تسمح لقوات نظام العودة هذا يعني أنها لا تؤمن على حدودها إلا من خلال تواجد عساكر النظام أو عناصر النظام وهذه حقيقة ولذا كان الموقف الإسرائيلي واضح منذ البداية واقفين مع بشار ولا نسمح بتغيير بشار أو تنحي أو تنقل أو حتى يعني تغيير هذا النظام الحكم في سوريا لكن الشعب السوري أعتقد أن الثورة التي بدأت وأعتقد أنها اليوم تبدأ من جديد البيانات التي صدرت في ريف حماو وأدلب والبيانات التي صدرت في ريف درعا تؤكد تماما لا يمكن السماح نعم قابلنا نحن بشروط منطقة خض التصعيد قابلنا بمصلحة الأردن أشقاء الأردنيين قابلنا بمصلحة عاما لكل المجتمع الدولي لكن لن نقبل إطلاقا بخرق أهداف الثورة السورية والتطاول على الشعب السوري الذي دفع من أبنائي أكثر من مليون شهيد عندما تعود هذه العصابة القاتلة في دمشق أن تعود إلى مناطق في درعا أنا أشكرك جزيلا سيادة العميد الركن أسعد زعبي رئيس الوفد المعارض المفاوض سابقا في جنب ترجمة نانسي قنقر